السلام عليكم حطلي تعالى وبركاته وسعيدة كالعادة بلقاءكم مرة اخرى اليوم ان شاء الله فيديو رائع جدا غادي نعمل مع بعضنا او نجهزوا اصابع الشوفان رائعة جدا لديدة مفيدة مغدية الغالية في سعر ديلها افتمن انا تباع بسعر غالي سنصابه في بيوتنا ان شاء الله وناجحة مئة بالمئة خليك معياته في المقادير طريقة تحضير اما الطعم ديلها يا سلام لا يقاوم بسم الله على بركاته الله اول المكون اللي سنحتاجه هو الشوفان عندي 500 غرام ديل الشوفان عندي واحد المقلات على نار متوسطة في الاول نار تكون متوسطة بعد ما نوضع الشوفان نخلي واحد دقيقة تزوج دقيقة ونقص النار ونخليها هادئة نخلي اخد شوية في الاول سخوني يعني سخن جيدا ونبقى مع التحريك حتى يصبح الشوفان عندي لونه ذهبي فاتح وفي نفس الوقت يكون فيه قرمشة يكون الشوفان فيه قرمشة من بعد ما يصل يعني يصبح بالمواصفة اللي قلت لكم غنزله ونوضعه مباشرة في واحد البولة او في واحد الاناء عمل ونخليه على جنب في نفس المقلات وعلى نار هادئة كان وضع 50 غرام جوز مقطع 50 غرام لوز 50 غرام بذور الكتان او زرعة الكتان وما بين زرعة القرع الابيض الزرعة او بذور دوار الشمس وكذلك السمسم الابيض يعني 50 غرام مخلط فيها سمسم ابيض بذور دوار الشمس وبدور القرع الاحمر من بعد ما يتحمسوا لي تقريبا واحد زوج دقيق كنضيف ليهم 50 غرام ديال الكوكونات او جوز الهند مبشور من بعد ما كنزيلهم من النار من على النار كنوضعهم مباشرة فوق الشوفان بهذا الشكل هادا يمكن اضافة بذور اخرى اللي احبيتو مباشرة هنا عندنا نضيف الفواكه الجافة نضيف الزبيب 50 غرام سبق لي اغسلته وانشفته 50 غرام تين مجفف سبق لنا مسحناه وقطعناه صغير 100 غرام تامر نزيله النواة ونقطعه كذلك صغير يكون نوع السكري 50 غرام ديال المشمش يابس قطعه كذلك قيطاع صغيرة ونسم برأس ملعقة ديال القرفة ورأس ملعقة ديال حبة الهيل اي قاع قلة مطحونة او مسحوق ديالها كنخلط العناسير في الاول مع بعضها وهي جافة باش نساجم مع بعضها ثم غاد نتركها على جناب وغنمر باش نجهز الصلصة او الخليط اللي غنجمع به الشوفان ديالنا فوح الكاسرول الغيب لاسيقه على نار متوسطه هنوضع 250 غرام زبدة ديال الاكل نوع جيد اختاروا النوع جيد ديال الزبدة هنوضعت الكيميه وضفت من بعد غدي نخليها الدوب ثم نضيف لها عسل العسل يكون جيد لعنكم عسل نحل طبيعي جيد اضيفوه بالنسبة لكمية العسل ميتين وستين غرام ميتين وخمسين غرام زبدة وميتين وستين غرام عسل الناس الذين يحبو الحلاوه زيده راح حلوين اصابع الشوفان لكين كنتو تحبو الحلاوه زيده ووصلوه حتى ال تلتمية غرام ديال العسل نضيف العناسير مع بعضها جيدا وكان حصل هنا على السوز او السلصة اللي غدي نجمع بها الاصابع ديال الشوفان ديالي كان جي مباشرة كنزيلا فوق النار وكنصبها هي ساخنة وكان خلط ملعقة خشبية دائما لانهنه ساخن الخليط ما يمكن لنشن نخلطه باليدين ديالنا كان خلط جيدا جيدا حتى ينسجمو كل حبات الشوفان كيتشربو الزبدة وكيتشربو العسل الخلط راه جيد جدا اراه مهم فهذا الوصفة بالاضافة للعسل والزبدة اللي هما نصيبها مهمة ما يمكن لنشن بدلوهم خصا الزبدة بالنسبة للعسل اللي كلكم تبدلو بدبس التمر هنا غنضيف ملعقة ديال الزبدة ديال الفول السوداني هنخلي لكم طبيقات صنعها في صندوق الوصفة هنا استعملت انا الجاهزة ما توفرت ليش المصنوعة في البيت لانها منتهية سالد ملعقة ممتلئة ديال الطعام وغنخلط جيدا الكل ثم غنجيب واحد صينية ديال بايريكس اختار الصيني اللي تحبو الحجم اللي تحبو وضعت فيها ورق زبدة بشكل موضح معكم نخليه طالع من الجوانب ثم غنوضع صب الخليط ديالي كامل وغنبدا نبسطه في الصينية ديالي باش يجيني بنفس السمك بالنسبة التنسيم انا قدت لكم نسمت بالقرفة وبيحب الهيل يمكن تنسيم بالفانيليا انا كنفضل بالقرفة وحبة الهيل فكتعطي طعم مرائع وديك الاضافة دي للفول السوداني سبدة الفول السوداني كتعطي طعم ولا اروع كنبسط جيدا كيف ما كتشوفوا معي ثم بعد الان مره والواحد مرحلة ليه مهمة جدا 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 وغتساعدكم في الاسابع دياليكم تكون متماسكة لما تقطعوها قد نفجع دك الجيهة اللي هي مازال عندها متبقي ليفها ورق الزبداء غنغطي بها ثم غنبدأ بالكبس خاصنا نكبسو جيدا 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 بكل قوة ديالنا او نوضع واحد القطعة خشبية فوق من هاد فوق من الشوفان ونكبسو انا كان كبسنا بكل قوة ديالي يعني كل القوة كندووزع لك كل شي الجوانيب الوسط ما خلي تشي محل ما كبس شعليه باش تماسك ليا العناسير مع بعضها ثم من بعد هدي ندخل ان شاء الله الفرن ضروري هاد العملية ديال الكبس بحالها كا مهمة جدا الفرن ساخن على مية وسبعين درجة من الاسفل فقط غدي ندخل هالفرن حتى تحمص معي العناسير ديالنا ثم عادي نخرجها وغاتشوفوها معي من بعد صافي هنا عادي ندخلوهم مباشرة للفرن في الفرن كتاخد معنا على حسب السمك ديالها اللي عملنا هنا عندي سميكة نوعا ما فكتاخد من خمسة وعشين تتلاتين دقيقة خمسة وثلاثين دقيقة على حسب السمك ديالها هنا خرجناها مباشرة من كنخفجوه ونخلي بدور شحارة المطبخ حتى كتبت ندخلها للتلاجة ثلاثة ساعات او ندخلوها المجمد واحد ساعة ديال ما كانا ونبدأوا تقطيع ان شاء الله بالعالمين هنا غدي نبدأوا تقطيع بالنسبة لتقطيع عندك اشياء مهمة وضرورية السكين يكون حاد جدا 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 الله يعملو يكون اي نوع سكين لكن يكون حاد لان الشوفان ديالنا مليئ بالمكسرات مليئ بالفواكه الجافة وكذلك الشوفان هو في حدته فاكي تقطيع بواحد صعوبة يعني خاص دروري السكين تكون حادة باش ما يتفتفتش لكم نهائيا لاتبعتوا النصائح كاملة اللي اعطيتكم والمقادير ديال الزبدة والعسل والطريقة غدي تطلع لكم اصابع الشوفان رائعة هناكي كتشوفون بعد ما قطعت را كنوريكم ششكل ديالها هنا التقديم النهائي كتجي سلام اكتر من رائعة مفيدة جدا مشبعة روعة 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 جربوها ان شاء الله غتردوا عليها في التعليق لا بريتو نقدم لكم اصابع الشوفان بدون فرن فهي كذلك يمكننا نقدموها قدمها لكم ان شاء الله خليوا لي فقط في التعليق كنت مننا اللي ما زال ما دارش لنا لايك ديرنا لايك تفكدنا تعليق رائع بحالو وكذلك شارك الفيديو مع الأحباب والأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي سوف نضوق مع بعض تحياتك معكم يا سلام اشهد الروعة اشهد الماداق رائع جدا رائعة جدا رائعة جدا رائعة واتمنى اصلا الله اكتردوا سوف تدعي اللي شكرا